بوش كبير بيقول على النظام طب انا عايز اعرف بوش كبير و بوش صغير و بنخلهم اوباما و بنعمهم التاني كيندي و كل دولة يعني نقصهم مية عشان يعملوا القلبة دي في العالم هو ده يعني ده المراحل النهائية بتاعت المخطط هو الناس بتقول طب لما هم مثلا في ايدهم القوة دي كلها طب هم ما يصطوش على الدول ليه ما يستخدموش قوة دي ما يضمروش الناس دي هم في ايده يعني دلوقتي بقى فيه مثلا ما هنتكلم على نواية الاسلحة او مفهوم السلاح النظيف معينه سلاح دمار الشامل مملوك ليهم دلوقتي قادرين على ظروف كتير لكن هي النقطة ان هم الهدف اولا فيه خطوات بالتتابع لان هي محكومة بحقب معينة تاني حاجة ان هو المرحلة النهائية المخطط الشيطاني هو ايه همل الشيطان على الارض هو الشيطان عايز دخل اكبر عدد في النار هو مش عايز يقتل الانسين هو عايز يبوز يخرب الاديان يخرب الانسين نفسه لا هو اقصد هو هو جزء ده ما هو اقصد هو اذا كان هم جزء من ودت نظرهم بلنما جزء ده القرآن متكلم فيه والاحاديث النبوية متكلمة فيه والمسألة ما مافاش يعني اذا كنا بنتكلم على هم بنتكلموا على اله النور احنا بنقول عن المسيح الدجال والرسول عليه الصلاة والسلام فيه احاديث كثيرة لدن ونزوله امتى والكلام ده كله والمعارقة اللي حتتمه وبعدين يعني حيبقى فيه مهد المنتظر انا اقصد ان الناس اللي بتنكر بتقول طب لا مهم عندهم مثلا الكلام ده كله طب ما ساتوش على العالم ليه لانه ده مرتبط بحقب محددة لتحديد اهداف محددة على الارض اثنين نقطة مثلا عايزين نرجع تاني لنقطة ان عادة تقسيم ليه فيه فيديو مثلا اللي هو بتاع النائب البريطاني اللي هو جورج كيلوي كان بيتكلم على على سايكس بيكو تنين ومخطط عادة تقسيم عندنا مثلا اه اه اتكلموا جورج كيلوي من من احد النواب اللي فاهمين المخطط وعلنوا عنه كتير في كازا جنرال على فكرة في الناتو زي ويسلي كلورك اه اتكلم على ان هما كانوا اخدين اردرز ان هما هيدخلوا سبع دول عربية يحتلوها عسكريين هما هيقودوا على فكرة الفترة الجاية حرب بين السنة وشياء يتتحضر من دول وشياء حرب بين السنة وشياء يتتحضر من السنة وشياء يلا يعني تفضل دائما كيانات صغيرة في حالة حرب متوسطة بحيث تبقى انت فتتهى او خلاص انت حققت التفتيت الداخلي تفضل في حالة انشغال بالحرب وكلهم عملين يخلصوا على مورد بعض انت ما تفوش ان انت تفكر ما تفوش ان انت تنهب ما تفوش ان انت تبقى قوة واحدة شفت حرب الايران عراق الاولى 8 سنين اه اه فيه بلدين يقود حرب معا 8 سنين ايوه لما يعني يعني اه وعلى فكرة اللي ورا اه حرب ايران العراق امريكا كنت بتغزي ايران وبتغزي العراق في نفس وقت امريكا كنت قيلة لدول العربية انتوا تدفعوا للعراق واسرائيل اللي كان بتدي الايران ايران اللهم المشاية والفكرة مثلا من احد الحاجات اللي ما حدش عارف بيها مثلا وظهرت وصائقها السنين دي اه مشروع بابل اللي هو لما كان صدام حسين عمل ونفذ اكبر اه مدفع على مستوى العالم لدرجة انه كان قادر انه يصيب الاكمار الصناعية والوسائق بتاعته اتنشرت السنين دي مشروع بابل ده ما حدش عارف عنه حاجة ده مدفع عملاء جدا كان قادر انه يصيب في الفضاء ده غير انه هو كان قادر على وصول لاسرائيل اسرائيل الموساد اغتال العالم اللي نفذ اللي صممه واشرف على تنفيذ المشروع في العراق والموساد اعترف السندي باغتياله اه في مواضيع كتير جدا ده غيرا ان صدام ضرب اسرائيل اصلا ضرب قصف اسرائيل اه الناس كلها الناس كلها عارفة لا لا الحكومة الولايات المتحدة طلعت ان هي لقيت اسلحة ضمار شامل لا هي اخدت تفويد اصلا من مجلس الامن بدار بالعراق ومع ذلك العالم صامت يعني من احد الحاجات الهزلية ان العالم صمت على اللي حصل وما حدش تكلم لا هم مفاوضين قانونا ولا في اسلحة ضمار شامل ولا وفين الحاجات اللي اتعتم عليها اصار العراق اتسرقت على فكرة من ضمن برضو المخططات اللي ماشي مع دخول الدول سرقت اصارها اصارها العراق بالكامل ومش بس عشان قومتها المادية يعني احنا نتكلم على موضوع اخر اهم من كده ان مش عشان قومتها المادية والتاريخية خالص فيه ما هو يعني اكثر كارسية من كده بس عايز اقول ليبيا كان فيها اصار اول حاجة اتخذت والاصار دي كانت اهمة مش بس برضو عشان قومتها التاريخية سوريا اتخذت اصارها مصر فيه كم كبير طلع محدش عارف عنه حاجة وكانوا عايزين ياخدوا المجموعة بالزيد بتاعة الاسرة 19 تاعة اخناتون توتان خامون ليه لان برضو من الحاجات اللي هي لازم يتم حساب فيها واسفا انا اقول كده ان مع احترامي يعني المجلس العالي اصار فترة اللي هي ما قابل الثورة سمح للجمعات الامريكية الجغرافية انها تاخد عينات لانها اخدت عينات من توتان خامون وراحوا مثبتين على العالم ان توتان خامون من اصل عبراني بنسبة 96% مع ان اصلا الخطأ في تحليل دين ايه في المهمويات القديمة يتعدل 40% هما راحوا مروجين حول العالم واللي مسك جماعة جغرافية دي هو روبرت مردوخ على فكرة اللي هو الصهيوني اللي بتاع العالم فراح مروجين حول العالم وعملوا احتفالية كبرى عتمت عن مصر الدول العربية ان توتان خامون عبراني وطلعوا بصورة ان هو ابيض الوجه وعيني ملونة والكلام دوت واحنا ما حدش اعترض ولا تكلم ليه بقى ليه هم عاملين كلام ده لان هما بعد الكشف على انشيد اخناتون لان فيه نصوص كاملة في الطورة متاخدة من انشيد اخناتون وهم عزين طلعوا ان عائلة اخناتون كانت اصلا عبرانية وان هو ده كان نبي يهودي وان سلالته اللي هو توتان خامون ده يهودي وخاصة بقى ان هما يعني شوف حضرتك مجموعة توتان خامون بتعمل ضجة ازاي حولين العالم الناس بت يعني بت العالم كله بيتمنى ان مجموعة توتان خامون مثلا تروح له بتعمل ضجة ازاي فتخال بلا مهم ياخدوا التاريخ دوت او ياخدوا الحكبة دي منك زادنهم هما يبرروا لنفسهم تزييف الطورة يبرروا لنفسهم تزييف الطورة اللي هما اخدوها من انشيد اخناتون الجزء يعني نص كامل مأخود من انشيد اخناتون ده غير ان هما سرئين من الجبتانة المصرية ليامتون الجبتانة اللي هي كان زمان رصدها رهب عاية المصري سرقوا نصوص كاملة من مخطوطات الجبتانة المصرية مخطوطة في الطورة وقصدوا ان هما يضمروا الاصول ويحرقوها ويحاولوا اي حد عنده نسخ كانوا يشتروها باموال خرافية ويضمروها ومع ذلك فضلت نسخ اثبتت ان سرقوا منها انهم حرموا طيب احنا اتفاقنا دلوقتي ان هو فكر سرقة الحضارة برضو لخدمة هذا المخطط كل ده في الاخر خدمة هذا المخطط اللي هو بيتم النهاردة واحنا على ارض الواقع النهاردة ونحن نقترب من حدث لان النهاردة انا بعتقد ان اخر الشهر ده ديسمبر ده او اخر السنة دي بتمثل تاريخ معين VM اغلاء او القارة او ايضا او ارشا و ا�يتنا